تزامنا مع تفاقم الخلافات السياسية داخل البرلمان العراقي وفشل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تمرير باقي تشكيلته الوزارية زيارة مفاجئة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني التقى خلالها مفتي أهل السنة والجماعة في العراق مهدي الصميضعي بمسجد وسط العاصمة بغداد وكان سليماني ينتقل بصورة متكررة بين المدن العراقية بين عامي 2014 و2017 خلال الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي لكن جولاته التي تتسم بسرية في أغلب الأحيان قلت على نطاق واسع منذ انتهاء الحرب ضد داعش وظهوره اليوم اعتبره مراقبون أنه يأتي في إطار سعيه للحفاظ على نفوذ إيران وضمان حصول أتباعها على وزارات سيادية لتنفيذ مصالح طهران القياد في تحالف النصر علي السنيد قال أن سليماني وصل إلى بغداد من أجل الضغط على القوى السياسية لتمرير القائد السابق لميليشيات الحجد الشعبي فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية مبينا أن رغبات سليماني لا يمكن أن تتحقق بسبب ما أسماه قوة الإيرادة العراقية إلى ذلك يصير تحالف الأصلاح والإعمار الذي يضم كل من سائرون النصر الحكمة الوطنية والقرار على عدم تمرير الوزراء الذين جاء بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان مؤخرا وأوضح تحالف الأصلاح أن الخلافات التي شهدتها جلسة ثلاثة كانت منطقية في ظل إصرار تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية لافتا إلى أن جلسة البرلمان المقرر عقدها الخميس ستكون حاسمة وفي السياق قال عضو البرلمان العراقي عن حركة عطاء المنضوية ضمن تحالف البناء منصور المرعيد إن رفض تحالف الأصلاح ترشيح الفياض لوزارة الداخلية له أسباب معروفة مبينا خلال تصريح صحفي أن هذه الأسباب تتعلق بانسحاب الفياض والنوابه من الإصلاح وانضمامه إلى البناء حسب قوله من جانبه عبر القياد في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشير زيباري عن خشيته من تفاقم الأوضاع بعد الخلافات التي شهدتها جلسة البرلمان معتبرا أن ما حدث من مشادات وخلافات داخل مبنى البرلمان رسالة غير مطمئنة وطلقة تحذير معبرا عن تشاؤمه من مستقبل العملية السياسية بالقول القادم أعظم ويرى مراقبنا أن رئيس الوزراء أصبح الآن أمام خيارين إما استبدال مرشحين للوزراء بمستقلين للحصول على تأييد القوى السياسية أو الإصرار على مرشحه وفي هذه الحالة عليه أن يتوقع كل شيء